السلام وليخيادة فريق عمل الأمم المتحدة في تناول المساعدات الإنسانية اللازمة لتوفير لتوفيرها إلى قطاع غزة قد تبحثنا حول التصعيد غير المسبوخ في الأراضي الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الجاري وتبعاته السياسية والإنسانية الوسعة على الشعبين الفلسطيني والأسرائيلي وسائل دول المنطقة ويشيد بالنداء الدولي الذي أطلقه سكريتير عام الأمم المتحدة توصل لوقف فوري إنساني لإطلاق النار وحقنا لدماء المدنيين في زل المنعطف التصعيدي الخطير الذي تتخذه الأزمة وسقوط ألاف من الضحايا الفلسطينيين الأبرياء في بيوتهم ومستشفياتهم أوضحت السكريتير العام إقناع مصر بأولوية وقف العمليات العسكرية وتأمين النفاذ الإنساني وإتاحة الفرصة لإحتواء الموقف واستعادة التهدئة وفي هذا الإطار قد دعى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقمة القاهرة للسلام وسنعمل من خلال القمة التي ستعقد السبت المقبل على التوصل لتوافق دولي اتساقا مع المبادئ القانونية والإنسانية التي نقر بها جميعا لخفض التصعيد وصولا لوقف إطلاق النار والتأكيد على أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية لخطأ عرزة ودي إشادة بالجهود التي تطلع بها الأمم المتحدة لمحاولة إيصال المساعدات الإنسانية لغزة وأضم صوتي لسكريتير العام في أن استهداف المقرات الأممية والإنسانية والعملين في حقل الإنساني يشكلوا انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وينبغي أن يتوقف فورا وأن يسمح بنفاذ الإحتياجات الإنسانية العجلة وأكد حرص مصر على استمرار عمل معبر رفح فضلا عن تسخير إمكانيات مطار العريس لاستقبال المساعدات الموجهة لقطاع غزة وبالرغم من تعرض الجانب الفلسطيني من المعبر لقصف تسعى مصر بصورة حثيفة لعادة تشغيل المعبر وإدخال المساعدات الإنسانية المخدسة أمام الجانب المصري ليتم توزيعها بالقطاع وأن يكون هذا الدخول دائم ومتواصل ودون انقطاع لطالما حذرت مصر من مغبة إمعان إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال في ممارساتها العنيفة ضد الشعب الفلسطيني وغياب الأفق السياسي لحل القضية وعدم الاعتداد بقرارات الشرعية الدولية وهو ما نرى تبعاته اليوم في كل جولة تصعيد واشتعال للموقف ولا نرى بديلا سوى عودة الأطراف لطولة المفاوضات لتفعيل حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود وخطوط يونيو 67 وعاصمة هوها القدسة الشرقية كما تشدد مصر لأن الاعتقاد بإمكانية تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القصري لسكان قطاع غزة والدفة لدول الجوار أمر غير وارد فالشعب الفلسطيني صامد على أرضه كما صمد العقود الماضية ونناشد الجميع بتغليب صوت العقل والعمل على وقف التصعيد الجاري وعدم إضافة المزيد من عوامل عدم الاستقرار في المنطقة والإقرار بالمخلفة الجسيمة التي تمثلها مثل هذه المحاولات للقانون الدولي الإنساني بالتأكيد أن مشاركة معالي الأمين العام في مؤتمر قهيرة للسلام يطفي مزيد من الزخم لهذا الحدث السكتير العام وجهوده في تحقيق السلم والاستقرار والعمل على احتواء الأزمات وجهوده الحفيفة في هذا الصدد وتواصله المستمر لتحقيق هذا الهدف أمر نقدره ونعتز به كثيرا كما أن وجوده للإشراف على عملية الإغاثة الإنسانية والإشراف على الأجهزة الأممية العاملة في هذا الشأن هو دليل آخر على مدى الاهتمام الذي يوليه سيادته للمكون الإنساني لهذه الأزمة واهتمامه بحماية الشعب الفلسطيني الشخيخ أرحب جديد سيد أنتونيو جوتيريس سكتير العام الأمم المتحدة في ميس والتي يتفضل بالكلب السلام عليكم السلام عليكم سيدتي أمام شكري وعلى أمامكم شكرا لكم على المحاولة وعلى عملية أشخاص أمام المتحدة في مدى الهاتف على مدى المنطقة في تحقيق المحاولة محاولة تحقيق المتحدة محاولة أمامة أمام أيام مدى الهاتف هذا المحاول قد اشخاص 7 أكتر أن تقديم وضع 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 أمام من الإسرائيل وضع من المائل حال ومع القيام ربماً بالتعامل باوتين مع مبارباً حول المتبار على المتابعة ممتحدة الكثير من المتابعة هم ممتحدة والمتابعة ولكن أيضاً جنوية والتشاكل والتشاكل ومثمون أيضاً وممتحدة نفسنا 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 ستاهم دعوتي أكثر بإنها أنه السنانية المتابعة يجب أن تنظر أنت تحرك الجنسيين is also a must and any attack to an hospital, a school or UN premises are forbidden and international law In the face of this humanitarian catastrophe I am calling for two immediate humanitarian actions to Hamas for the immediate and unconditional release of the hostages to Israel for immediate and restrictive assess of humanitarian aid to respond to the most basic needs of the people of Gaza let me be clear the Palestinian people have legitimate and deep grievances after 56 years of occupation but as serious as those grievances are they cannot justify terror attacks وأن يكون هناك إطلاقنا للرهائن من قبل حماس وأن يكون هناك السماء نعونا إلى منطقة غزة وأعتقد أن هناك الكثير من الشكوى والكثير من المعاناة التي عانى منها القطاع خلال البضع سنوات الماضية ولكن هذه المعاناة لا ترقى إلى مستوى المعاناة التي يعاني بها الشعب الفلسطيني الآن وأعتقد أن الدعوتين الثانيتين في غاية الأهمية وأنا أدعو وقف إطلاق النار على أسس توفير الإقافة الإنسانية وذلك لتوصيل قواف الإقافة الإنسانية من المياه والطعام والأدوية والأدوية إن الأمراض تنتشر والناس بدأت تموت وأنا قد هالني ما رأيته من صور الموت والدمار الذي حدث في مستشفى الأهل إن المدنيين في غزة يحتاجون إلى معونة طبية سريعة وعاجلة نحتاج إلى توصيل الماء والغذاء والوقود والمواد الطبية بحجم كبير ويجب أن تكون مستدامة إنها ليست عملية صغيرة نحن نطالب بها أو ندعو بها ولكن نحن ندعو أن يكون هناك جهداً مستمراً وذلك لتوصيل المعونات الإنسانية من شعب غزة وعلينا أن نتأكد أن هذه المعونات تدخل بأمان ويتم التوزيحة أنا على أرض مصر وذلك لكي أقوم برعاية توزيع الخدمات الإنسانية والمعونة الإنسانية لفلسطين إن معبر غزة وإن مطار العريش هما القناتان الأساسيتين لحياة من يعيشون في القطاع وإن مصر تثبت لنا للمرار وتكرار أنها هي عماد السلام وهي المسؤولة بل وهي الوحيدة القادرة على نسع فتيلة العنف وكلما زادت الحروب أو امتدت فترة الحرب كلما زادت العنف وزادت الخسائر الإنسانية إن وقف إطلاق النار هو جزء لا يتجزأ وأساسي وذلك للأعمال الإنسانية وأنا سوف نقوم بتفعيل هذه المبادرة الإنسانية من الآن وبداية من مصر ولا يجب أن ننسى أننا نحتاج إلى وصول إلى الحل الدائم والعادل وكما أشير من قبل لا يمكن الوصول إلى حل وذلك دون خلق دولة فلسطينية حرة إلى جانب دولة إسرائيل تتمتع كل دولة وذلك بالأمن والأمان داخل حدودها وذلك إعمالاً للمواثيق والقرارات والمقرارات الدولية والأممية